كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها منطقة حيوية للمال والأعمال في قلب العاصمة الإدارية الجديدة وبدأ مدبولي جولة تفقدية ظهر اليوم للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية للوقوف على معدلات التنفيذ ومنهم البرج الأيقوني الجديد ويتم مشروع منطقة الأعمال تبقى للمعايير القياسية للدولة لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروعات على المستوى العالمي باعتبار أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر ويعد علامة بارزة للنهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية اشتركوا في القناة